بيب جورديولا على فكرة في الحرات اللي اسمعتها له برضو لما كانوا بيسألوه انت ممكن تمشي من برشلونا ممكن تمشي من بايرن ممكن تمشي من منشستر سيتي تمشي من اي فريق يعني بتشتغل فيه قال لا انا محبش امشي من اي فريق احب اطول معاه للأبد لما الفريق هو اللي بيبقاش عايزني بمشي من عنده عشان كده بقولك انه صعب العلاقة اللي بين بيب جورديولا ومنشستر سيتي تنتهي في اي لحظة الا اذا الا اذا منشستر سيتي كان له مشروع اخر تماما او الادارة بتاعت منشستر سيتي يعني هبت منها كده وعمله زي بايرن ميونيخ وقال لك ايه اصله الرجل ده مش مناسب لأسلومنا ولا خططنا ولا طريقتنا ولا مشروعنا ولا ولا على حال الوقتي اكيد بايرن ميونيخ حتى هذه اللحظة يتحصر على بيب جورديولا طبعا انت عارفين بايرن لما ماشى نيجلس منه جاب تخل بايرن ميونيخ قبل نهاية الدولة الالمانية باسبوع واحد يعني فاضل اسبوع واحد على الدولة الالمانية بايرن نزل للمركز الثاني بفارق نقطين عن دورتموند المتصدر اللي عاد مرة اخرى للصدارة وباقي لكل فريق جولة واحدة الاسبوع القادم وغالبا دورتموند هيكسب الدولة الالمانية يعني تخل اللي انا بعتبره مدرب كبير جدا يعني اي شبش يسكر يعني تخل هيبقى خسر مع بايرن او خرج مع بايرن من دولة الابطال وخسر في اللحظات الاخيرة مع الدولة الالمانية عشان بس بس يعني اوليفر كان المدير الرياضي هناك جات في دماغه انه مشروع بايرن ميونيخ هيبقى مع تخل افضل فمشى الراجل الناجح لو هو ناجل اسمان وقتها بتعصف شديد يعني نرجع تاني لمانشستر سيتي انتهت دوري والنقطة الاهم اللي انا قلتها برضو قبل كده بعد ماتش منشستر سيتي وريال وهكررها تانيش اللي بيحاول يتفه من قدرات بيب جورديولا ويقول انه هو بينجح بس علشان خاطر هو بيعمل صفقات كبيرة وبيجيله لبن العصفور وعنده احسن لعبة في العالم انت غلطان غلطان غلط شنيعة عشان كل الفرق الكبيرة في العالم بتعمل صفقات كبيرة كل الفرق على فكرة اكي المدافع اللي لعب بي ليفت باك او زير ايسر معظم الدوري التاني بعد رحيل كانسلو ما كانش يعني اسم خرافي يعني تمام كانسلو لما جيه بيب جورديولا ما كانش عساسي في المنتقب الانجليزي وبيب جورديولا نفسه اعاده احتياطي فترة من الفترات دياز بقى افضل مدافع او واحد من افضل مدافعين في العالم وكان من سنة او من سنتين كان افضل مدافع او افضل لاعب في الدوري انجليزي عموما مش مجرد بس مدافع ايدرسون حارس كان يعتبر حارس مغمور يعني مش اسمي كبير في العالم تمام كيفين دي بروين لو فاكين طبعا مع تشيلسي ورموه تقريبا يعني تشيلسي تمام مين تاني برناندو سيلفا اه شوية كان مع موناكو كويس بس يعني موناكو يعني مش شرط ينجح مع مانشيستر سيتي مين تاني ديازم يا حريس جايلك قاسيح بطل دوري انجليزي مع ليستر سيتي جريلش كان بعض الناس بيقولوا ان هو اوبر ريتد واخد اكبر من حجمه هتلاقي لعبة كتير جندو جان لعبة صب اتنين صديبي ومفهود مشوار ينتهي واحمل نجوم فانا المدرب اللي بزود اللعبة دي اللي بخليهم افضل واحسن طول الوقت لازم ينسب لي الفضل ومعلش يعني هو مين اللي يخلي مثلا يعني واحد زي كانسيله ده واحمل افضل الباكات في العالم واحمل افضل لعيبة بمانشيستر سيتي والبريمير اللي جي الموسم الماضي يمشي في يناير كده اطلع مش عايزينك خلاص خصص مهاجم الاساسي ستلينج الجناح الاساسي قبليه سانيل جناح الاساسي فانس الكمباني المدافع الاساسي عد بقى كام لعيبة كده استغنى عنهم برايح جاي مفيش مشكلة وكل شوية يطلع عجيال جديدة وكل شوية يطلع لعيبة رائعة جدا مين اللي يحط ستونز المدافع السائل يعني ستونز ده في بداياتهم عمشيستر سيتي لو تفتكره كان سائل جدا جدا مين يحط ستونز المدافع اللي كان سيء ودوقتي مبقى السيء يحطه في نص الملعب ويتقلق ويبدع يجيب كانسله على الشمال يتقلق ويبدع هتحط لي مثلا هجيب لك كانسله او الليفت باك وحطه في نص الملعب مع الرايت باك وحطه في نص الملعب يتقلق ويعمله شكل تكتيكي محترم اجيب بناندو سيلفا حطه جناح وحطه شوية في نص الملعب عادي وزي الفل اجيب هالند اجيب هالند وهو لاعب كبير من قبل ما ايجي مانشيستر سيتي واهدافه وارقامه عظيمة بس الكل يقولك انه هالند مش هينفع يخش المنظومة بتاعت مانشيستر سيتي او بمعنى اضاك مش هينفع يخش المنظومة بتاعت بيب جورديولا اللي عايز مهاجم ومواصفات معينة يلعب مهاجم وهمي ومش عارف ايه وده مهاجم صندوق مين يتصور ان هالند اللي عبي يتطوع له بالشكل ده في مانشيستر سيتي عشان يبقى هداف تاريخي في هذا الموسم كل ده مدرب كل ده مدرب رائع خطير خطير يعني يلا مبروك لمانشيستر سيتي الدوري الانجليزي حظ افضل لارسنال مع محمد النيني واتمنى كمان نشوف ليفربول احسن الموسم القادم بإذن الله ده بالنسبة ليه الدوري الانجليزي هنا انتهت حيكاية الدوري الانجليزي